بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بيكو في أخبار الفن والفنين أعلن الفنان كمال أبو ريع ندمه على اشتراكه في المسلسل التلفزيوني طائر الحب الذي شاركته في فيفي عبده وأكد أنه لو بيده لأصدر حكما بالإعدام على هذا المسلسل وعن سبب تبرؤه من المسلسل قال أنا وفيفي ظلمنا في هذا المسلسل لكنه مسلسل حل قد يكون أننا لم نكن ملائمين للدور بسبب العمر وأضاف كمال أبو ريع أنه غير غاضب على الإطلاق من نشر صوره على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يرتدي شرط أحمر اللون لافتا إلى أن أي عمل فني معرض للنقد والسخرية كما قدم أعتذار لطلقته الفنانة مجدزكي وذلك بعد مرور ثمان سنوات على انفصلهم قائلا أنه بيحترم طلقته الفنانة مجدزكي كثيرا كونها امرأة مكافحة وقوية ربت أبناؤه بطريقة جيدة مقدما لها التحية على ما بزلت من جهد في سبيل القيام بواجبتها وفي رسالة أعتذار كمال أبو ريع لطلقته مجدزكي قال أنه أخطأ فيه كثير من فترات حياته خلال الزواج الذي استمر عشرين عام ويتمنى أن تسامحه وأولاده أيضا لأنه يحبهم جدا ويتابع قائلا أنه ليس لديه سوى العائلة وأنها الأحلى في حياته وأكمل هي قطر خرها خلي فتلي ثلاث أولاد والحمد لله كلهم على خلق ومحترمين ومتعلمين كويس وعرض مسلسل طائر الحب في عام 2005 وهو من تأليف أحمد عبد الأول غالبان وإخراج مصطفى الشال وشارك فيه بطولته الفنان عزة أبو عوف وأحمد راتب ومن فضالي هاجمت علا يوسف شقيقة الفنان عمر يوسف محمد رمضان بعد أعلانه تقديم فيلم عن شخصية الملك أحمس عام 2023 وكدبت علا على حسابها الشخصي ينهر قلة رباية هو وشه مكشوف أه بس مش فاهمة جاي بالقلب الجامي الدامنين بعد وقعت المصرح اللهم لا شماته بعد ما أزيعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وقف مسلسل الملك الذي بدأ فيه تصويره الفنان عمر يوسف لكن بعد نشر هذا الخبر بساعات كشف أحد العاملين في مسلسل الملك مفاجئة من خلال تصريحات له أكد أنه تم إبلاغه بأردر تصوير في المسلسل على خلاف القرار الصادر من الشركة المنتجة بإيقاف التصوير لحين تشكيل لجنة من الخبراء والمختصين من أجل مراجعة السيناريو والأزياء والأحداث بما يوافق الحجبة التاريخية وأكد المصدر أنه خلال الساعات القليلة الماضية تمت مناقشة بعض الحلول من أجل الخروج من الأزمة وكان من بين تلك الحلول إعادة تصوير معظم مشاهد الفنان عمر يوسف الذي يكون بظهور أحمس بعد حل إداءنه إضافة إلى تصوير بعض المشاهد الأخرى التي يكون فيها الخطأ كبير وغير مبرر وأكد أن هذه الحلول ربما تنقذ المسلسل ويتفادى التأجيل ويكون عرضه في الموسم الرمضاني ممكناً خصوصاً بعد إعلان القنوات التي ستعرضه مما يتسبب فيه خسائر إعلانات بالملايين وكان الوسط الفني قد فوجئ بقرار إيقاف تصوير المسلسل بعد الانتقاضات الكبيرة التي وجهت له بعد نشر البروم الرسمي له كشف رامز جلال عن البوستر الرسمي لبرنامج الجديد المكرر طرحه في شهر رمضان المقبل عبر قناة NBC مصر ونشر رامز البوستر عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك كاتباً بسم الله توكلنا على الله اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الله المستعين ربنا يتمها على خير ويكملها بالسدر قريباً إن شاء الله في رمضان 2021 يذكر إن رامز يستضيف في برنامجه على قناة NBC مصر عدد من نجوم الفن ويشهد البرنامج في الموسم الجديد الكثير من المفاجئات والمواقف غير المتوقعة ومشاركة الكثير من نجوم الفن والأعلام والرياضة وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تدولوا صور لبرنامج رامز جلال أثناء تصوير إحدى حلقات البرنامج والذي يحمل عنوان رامز مريض نفسي أمرت نيابة مدينة نصر إخلاق سبيل مطرب المهرجانات حسن شاكوش بكفالة 20 ألف جنيه في وقعة افتتاح كافي دون ترخيص كما أمرت نيابة بحاجز باقي المتهمين والبالغ عدتهم 19 شخص من أجل استكمال تحريات المباحث جدير بالذكر أن قوات الشرطة أغلقت كافي شوب مملوك لحسن شاكوش في مدينة نصر بعد ما تبين مخالفته وعدم حصوله على ترخيص وألقت القبض على حسن شاكوش و19 شخص آخرين وتلقت قوات الشرطة بلاغا من الأهالي بافتتاح مطرب المهرجانات حسن شاكوش لكافي شوب دون الحصول على ترخيص بذلك فانتقلت قوات الشرطة إلى مقر الكافي وبالفحص تبين مخالفته وعدم حصوله على ترخيص واستحوازه على الرصيف وقطع الطريق العام فتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده وغلقه بالشمع الأحمر وإحالة الواقع إلى النيابة العامة للتحقيق فيها تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن انفصال الفنانة شيماء سيف وزوجها المنتج محمد كارتر خاصة بعد إلغاء متابعتها له عبر موقع انستجرام وقيامه أيضا بإلغاء متابعتها حيث نشرت شيماء رسالة غامضة قائلة كل شيء نصيب الحمد لله على كل حال وقد يكون الانفصال تم بالفعل وذلك بعد ما وجهت رسالتها الغامضة بعد زواج دام لأكثر من عامين ونصف حيث تزوجه في 19 أكتوبر من عام 2018 أوضحت المخرجة إيناس الدغيدي أنها تواصل للموسم الثاني على التوالي تقديم برنامج شيخ الحارة والجريئة على قناة القاهرة والناس في رمضان المقبل وردت إيناس الدغيدي على ما يقول البعض عن أنها أخذت البرنامج من الأعلامية بسمة وهبة موضحة أن البرنامج اتلغى في رمضان العام قبل الماضي بعد حلقة معينة وتركت بسمة المحطة للعمل في قناة أخرى وكل ذلك قبل ما يعرضوا عليها تقديم البرنامج أعربت الفنانة نيلي كريم عن ساعدتها بالمشاركة في احتفالية موكب نقل المميوات الملكية من المتحف المصري لمتحف الحضارة وكشفت نيلي عن أمنية تحققت لها قائلة من ثلاث سنين كان عندي أمنية عمل فيلم حد شبسود وبدأت أدور في الأفلام الوسائقية وكان حظ حلو وقابلت الدكتور زاهي حواس وتكلمنا بصراحة الجلسة معاها ممتعة جدا لأنه بيحكي عن أدق تفاصيل تفاصيل الشخصية من خلال الحاجات اللي يعرفها وأضافت نيلي كان حظ حلو لما طلبوا مني أتكلم عن حد شبسود وبشكل ما أمنية تتحققت ولما وصلت معبد حد شبسود الدنيا كانت ليل وأنا الوحدي والمعبد كان كبير قوي وما فيش غير الكاميرات قدامي حسيت برهبة لأن أنا المسؤولة عن المعبد لمدة الثواني دي علشان أتكلم عليه بشكل يليك بالمعبد ويليك بالثقافة والحضارة ويليك بالملكة حد شبسود وشاركت نيلي كريم في الموكب الملكي لنقل المميوات من المتحف المصري لمتحف الحضارة وقدمت بس مباشر من أكبر مبنى أسري للملكة حد شبسود ترجمة نانسي قنقر